موسيقى في العيوش أول مرة أنا لا أتبع بالسينما لأنها ليست اهتمامي لكن كمواطنة مغربية يبقى لي رأيي بالنسبة لنا بالعيوش أفلا مساقطة وتهين المغربية والرجل الخاليجي أنا أحضر حالة تصافر العدد من الدول دائما تجبري الخاليجيين يديرون مساجد يديرون طرقات يديرون مدارس يديرون سبطارات المستشفيات لديهم بصامات طيبة يديرون شيء في سبيل الله دائما تبرز في الأفلام الإهانة المرأة المغربية والرجل الخاليجي تقدرنا التدوينات ولا يبقى لنا على هذا الأمور وقالت تحت لدي الفرصة أنه بالأفكار جاء نمياتي الخبيثة الملوّة جاء مرتقي معها أفلام التي هي أشغل نقول لك وضيعة لأنه لديك الفساد هي من الجاهلية ليست شيئا وليدة اليوم وقاينة في جميع المجتمعات في أي مجتمع ستجدون الزوين والخيب ولكن لن نقوم بأفلام في المستوى مدام أنه لديه طفل معروف ويتعطيه الدعم كل سنة والله سأقول لك الحمد لله أنني أعطي بحلاط الآراء لكي لا أعطيه الدعم لكي تقول بحل ماكوك لديه التدخل في هذا الشيء ماهي التفاته بينها لا نترخض مع دول أجنبية الحمد لله المببن مفتوحين وكيف يتم إطاثوا العمل الصحفي وصحافة الوثائقي لأننا في المغرب لست في المغرب وقد تتمنى أن نكون التفاتة أما بالنسبة لدعم من المسلم أن نقول لك لا تكون فيه المعروف في أي بلاد من البلدان لا تقوم بعمل في دول عربية في أيد والأجنبية تكون جداك في المعروف وتعطيك الدعم ولكن لا لدينا مشكلة حتى أنت يا السينة بالعيوش عندك جداك في المعروف أخدم ودير بعض الأفلام التي تستحق أن نمشي ونحن ووالدينا ونمشي مع رجلي ومع وليدتي ونمشي مع أبا ومع أخي ونتفرجوا فيها لكن عندما تتعطي تعقيب تقول لك يوسينا مرحبا ما فيها شي غير حاجة مزيانة لا فيها الاكسيون لا لدينا سينما دي الاكسيون فينا لدينا مشاكل ومواضيع شائكة في المجتمع بحال الرشوة، بحال الطفل الصغير، بحال المعاق بحال دراري أطفال الشوارع يعني لدينا مشاكل لدينا مشاكل هو الدعم الذي نشوفه دائما يتعطي الوحيد لابده بحالة معينة لديه طفل معروف ويمكن هذا الناس الذين يقيموا الأفلام سلوك في رأسهم خاربين لكي نكونوا واضحين لأن هناك مشاكل ومواضيع مهمة ويستطيع الإنسان مدام أن تتعطيك الدعم لا يمكن أن تخدم عليها بشكل جيد ويكون فيها واحدة تحيح البعض الأخطاء في المجتمع لأننا لا يمكن أن نقوم بحالة المجتمع ولكن لا منفكسي والناس لأنك ملكات الملكة التي لا تهضر لي على المرأة المغربية والرجل الخاليجي رأى سافرة كما تقولوا لا يوجد أفكار لا يوجد إبداع الفساد ليس مقرون في المرأة المغربية والرجل الخاليجي الفساد يوجد في العالم كامل بالعكس المغربية مزوجين بالشيوخ مزوجين برؤساء الدول مزوجين بالعابة الكبار العالميين المرأة المغربية لا يوجد مرأة مغربية لا يوجد مرأة مغربية الحمد لله وشكره لله لدينا مميزات على بعض النساء أخرين في العالم الذي لا يوجد بالعكس يكبر بالمرأة المغربية ولكن عندما قلت لك الخيوط بقين فراثه يجب ديما نفس الموضوع يغبر حتيعية ويهدر على نفس الموضوع أنا من هذا المنبرة نوجه له واحد النصيحة سأقول له بأن الرجل الخاليجي سيحسن منك رأى الخاليجيين أنا مشيت الستمائة جزيرة فيما كان مشي لشي جزيرة سنطلق الجامع بنها خاليجي يا إما من دولة الإمارات يا إما من دولة الكويت يا إما من سعودية يا إما من قطار يا إما تلقى المستشفيات دارهم الخاليجيين تلقى المدارس دارهم الخاليجيين في المغرب عبدوا الطرق دارهم مستشفيات كبيرة كانوا حلين فرص عمل العدد ديالناس فين كنت وفي الخاليجيين يا نبي العيوش الخاليجيين رأى تديروا الخير فيما ممشوا وانت أشمن خير درتي فقط تهلين المرأة المغربية ما عندهم شيء إبداع آخر يضر 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 ويضر يضر يضر ويضر يضر ويضر يضر ويضر يضر ويضر الفساد كين في العالم كامل فهمت الله يهدي ملتت ترى شيء تديري تدوينه أو تديري تدوينه ثانية ويصلك مساجات وانت قد نبي العيوش هو مغربي وانا مغربي هو مغربي وانا مغربي فقط نحن كنا مغاربة ولكن ملتت كنت يحرق قلبك على شيء كتبار في السينيما لم يخصر في الخرطة يقول لك وانت أمي في السينيما وانت متلخة ايه أنا راغة لدي ولكن يبالي ممكن مدام أننا لدينا هذا الدعم نصحوا مشاكل في المجتمع نصحوا على الطفل المعاق لديهم وليدات المونغوليان لديهم وليدات ما عندهم ما يأكلوا وما يشربوا كان مغربي مخبي يجب أن نصحوا عليه ثم نصحوا على شيء نصحوا بهم نصحوا بهم الرشوة لا يستخدموا هذا يستعملوا تطبيقات دكية يتحرون معهم وليسا وكان يتعملوا ويقومون نصحوا بهم الرشوة يقدموا يجب أن نعطيه ونوضحوا ولكن يطلقوا خمسة كتب في الشهر ومعك عنده ثقافة غير المال يضعون في صفرتي لأن الصفر تقافي الصفر يصحح الأفكار يجعلك تقول أنا أشنودرت أنا أحتقر نفسي لأني محطيت بصامات لكي أقول لك أختي يقول أحد البيت الشعري إذا لم تستحي فاصنع ما تشاءه هذا هو هذه العبارة الوحيدة وكما يقولون العربية يهزم يبعي الفتحة يبعي الفتحة لأنه شخص يبقى يضحك على رأسه لا يوجد دماغ لا يوجد منطق لا تقول لي من غير الله يسخر لك سافي لكم دين وكم ولية دين لا تزال لا تقول يهديه لأنه يدر بعض المرات المسلسلة زوينين لماذا لا يعمل حتى السنة نحن نعطيه انتقادات هذا ليس دليل أننا لا نحمله بالعكس هو مننا وفينا ولكن يصحح الأفكار ليس عيب إذا قدرت أحد الخطأ اليوم سوف ننصحه وممكن أن أتقبل منك الانتقاد لأنني دماغي كبير وممكن أن تقبلوا أنني مكلخة لكي يبقى عنايا وشي حاجات فأنتي هذا مكان تحيتي لكم وشكرا شكرا على الاستضافة لما ترجمه لا تنسى أن تابعنا في الشيئ يوتيوب وتشاركوا الفيديو ومترجموا في الفيديو ومترجموا في التواصل الشيماعي لا تنسى أن تضعوا الاجتماع وضعوا الجرس لكي يصلكم جديد ترجمة نانسي قنقر